صلاح ليست هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الاستخبارات البريطانية على خسائر كبيرة لروسيا في الحرب الأوكرانية سواء تعلق الأمر بالخسائر البشرية وبالمعدات التقنية لكن الجانب الروسي دائما يردد بعض أو عبارة شهيرة وهي الحرب الإعلامية التضليلية التي تقودها أجهزة استخبارات غربية سواء تعلق الأمر بأجهزة الاستخبارات البريطانية أو تلك التابعة للولايات المتحدة الأمريكية الصورة التي رسمتها وزارة الدفاع الروسية بخصوص الانفجارات التي حصلت في مطار ساكي في وقت سابق الجانب الروسي المتمثل في وزارة الدفاع أكد بأن هذه الانفجارات هي نتيجة انفجار مستودع للذخيرة والسلاح تابع لسلاح الجو الروسي في مطار ساكي هذه الانفجارات بحسب الرواية الروسية طبعا هي نتيجة عدم احترام إجراءات الوقاية والسلامة من الحرائق بهذا تكون وزارة الدفاع الروسية قد نفت في وقت سابق التصريحات أو الرواية الأوكرانية التي تحدثت بأن القوات الأوكرانية استهدفت عن طريق سواريخ عالية الدقة ما وصفته بالمطار العسكري في منطقة شبه جزيرة القرام ونتيجة هذا الاستتاف كما يقول الجانب الأوكراني تم تدمير عدد من المقاتلات والقاذفات الاستراتيجية الروسية التي كانت في مدرج مطار ساكي في منطقة شبه جزيرة القرام الجانب الروسي أوضح بشكل مفصل بأن هذه الانفجارات التي وقعت في وقت سابق في منطقة شبه جزيرة القرام هي نتيجة حريق في مستودع للذخيرة والسلاح وليس كما روجت له الجهات أو سلطات الأوكرانية وحتى أجهزة الاستخبارات البريطانية بأن مطار ساكي تعرض لرشقات سواريخ أو هجمات عن طريق السواريخ من طرف القوات الأوكرانية طيب ما جديد الاتهامات المتبادلة ما بين موسكو وكييف بشأن زابروجيا عقب جلسة الأمن الاتهامات لا تزال متواصلة بين الجانبين بين الطرف الروسي والطرف الأوكراني منذ قليل فقط سلطات التابعة لمنطقة زابروجيا أكدت بأن القوات الأوكرانية واصلت القصف على محيط محطة زابروجيا وأن بعض القذائف سقطت فقط على بعد عشرة أمطار من المفاعلات النووية والأماكن المخصصة للنفيات النووية داخل محطة زابروجيا موسكو تحذر قبل جلسة الأمن وبعد جلسة الأمن تحذر من إمكانية أن يتكرر السيناريو تشيرنوبل في منطقة زابروجيا عن طريق مواصلة القوات الأوكرانية استهداف هذه المنطقة الخطرة خلال جلسة مجلس الأمن ممثل روسيا الدائم لدى مجلس الأمن حمل وبشكل مباشر ما وصفهم برعاة نظام كييف مسؤولية الوصول إلى هذا السيناريو لأنه في نظر روسيا القواء الغربية هي من تدعم نظام كييف الذي يقوم بمواصلة القصف العشوائي لمحطة زابروجيا حتى أن سلطات المدنية والعسكرية تابعة لزابروجيا وهي بالمناسبة موالية للجانب الروسي في آخر التصريحات قالت بأن القصف الذي تعرضت له محطة زابروجيا كان بأوامر من الولايات المتحدة وبريطانيا وما الجيش الأوكرانية والقوات الأوكرانية سوى أنها نفذت الأوامر التي وصلتها من أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية هناك اتهمات متبادلة بين موسكو وكييف هناك محاولة لاستغلال هذا الملف على الأقل الجانب الروسي رفض فكرة أن تكون منطقة زابروجيا منزوعة سلاح وخالية من الجيش الروسي وشهدنا هذا عن طريق ممثل روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الذي قال بأن الجيش الروسي يقوم بتوفير الحماية والسلامة لمحطة زابروجيا وأن انسحاب القوات الروسية من هذه المنطقة سيعطي للقوات الأوكرانية وما تصفهم روسيا طبعا بالجماعات النظية فرصة للقيام باستفزازات خطيرة في محيط محطة زابروجيا هذه الاستفزازات بحسب الرؤية الروسية لا تهدد فقط سلامة الأراضي الأوكرانية وإنما تهديدها قد يشمل كافة القارة الأوروبية شكرا جزيلا لك يوسف بيقار مراسلنا من موسكو شكرا جزيلا لك